اشتركوا في القناة كاتب لك احسب قيمة PH المحلول AOH 12.7 احسب كتلة NAOH المذابة في 1 لتر طيب بده كتلة NAOH المذابة في 1 لتر طلاب ده حتى تجد الكتلة الآن في عندنا هون بعض القوانين الهامة جدا لازم تكون متعلم عليها بده الكتلة الكتلة على الكتلة المولية تعطيك عدد المولات لهو N وكله راه يتحول لانجليزي قسم على الحجم قسم على الحجم بيعطيك تركيز الحمض القوي او بيعطيك تركيز القاعدة القوية اذا كان سؤال عن قاعدة تركيز الحمض يساوي تركيز الهيدرونيوم تبعه اه الحمض القوي بيعطيك ايونات قدو بواسطة كي ووتر نجد الهيدروكسيد تركيز القاعدة القوية اذا كان سؤال عن قاعدة قوية يساوي تركيز هيدروكسيداتها اه القاعدة القوية تعطيك ايونات قدها تذكر حركة القدام والايونات تساوي تركيز القاعدة القوية بواسطة كي ووتر نجد الهيدرونيوم وكمان في شغلة تانية بواسطة سالب لغ نجد بواسطة سالب لغ نجد هذا المخطط والخارطة الدهنية راح يخدمك طول سنة التوجيه والجامعات الكتلة على الكتلة المولية على الفكرة راح نحولها ام على ام ار لما تصير نتعامل مع التوجيه لما نبدأ بشهر سبعة تساوي اين اللي هي عدد المولات بقسمها على الفوليوم على الحجم بيعطيك تركيز الحمد القوية وتركيز القاعدة القوية هو تركيزه يساوي الهيدرونيوم تابعه بواسطة سالب لغ نجد بي اتش وبواسطة كي ووتر نجد الهيدروكسيد نجي هون قسم عدد المولات على الحجم بيعطيك تركيز القاعدة القوية يساوي تركيز هيدروكسيداتها والهيدروكسيدات تساويها بواسطة كي ووتر نجد هيدرونيوم وبواسطة سالب لغ نجد بي اتش N على MR تساوي N بقسم بقسم على الوليوم إزيك والتو تركيز حم قوي أو تركيز قاعدة قوية خالص والتكمل نفسها يعني إذا بدنا نغير شوية حروف نغير اللي هون أنا ما بتفرق عندي صح رح تشوفها في دوشيه الكبيرة حروف انجلش بس يا أخي انتم لكم هالحروف انجلش ولا عرب ولا بعرف الشو بالنهاية انت بورقة الخربيش أنا ما بهمني ما هو أدائك بهمني ما هي نتيجتك شو بدي بأدائك أنا بورقة الخربيش أنا كماسح ضوئي أنا آلة نضال آلة اسمه ماسح ضوئي ما ليو مال خربيشك أنا كذبت عربة انجليزية يعطيني الميتين ويخلف عليك وبعدين منحكي بالعربة والانجليزية بعد ما نتخلص الوزارة قبل الجامعة من سين نترجم يا سيدي منروح أنا وياك على مترجم الآن السؤال قيمة PH أعطاك إياها إذا رجعنا للحكي اللي شاهدناه هون ارجع ارجوع احنا شاهدنا هيك من كتلة وحسبنا إلى آخر هي ارجع ارجوع هل من PH أستطيع أن أجد الكتلة هل إذا أعطيتك الكتلة نستطيع أن أجد الـ PHR المسائل اللي خدناها قبل شاهدنا مسائل من تركيز حسبنا والآن من PH بدك تحسب أعطيتك الـ PH مع شو سبعة احسب الكتلة ارجع ارجوع بما أنه الـ PH محدش تطلع الحل لو تكرمتم ممكن رجع الحار محدش تطلع الحل PH موجودة 712 فيكون تركيز الـ هيدرونيوم هنحل هنا لكي يصدر فيه متسعة فيكون تركيز الـ هو هيدرونيوميوميو تطلعوش على الحل الزهري يساوي 10 قوة سالب PH 10 قوة سالب 12.7 10 ضرب 10 شيء الواحد اللي حكيناها بآخر حصة عشان نحول رقم اللي مالوش معنا رقم له معنا ما احنا وعدناكم فوق العشرين مرة راح تتكرر لا ما تتكرر بتصير سهلة عليك زيد واحد العدد المقابل للثلاث اعشار في جدول اللغريتمات اتنين هذا تركيز الهيدرونيوم فيكون بذلك تركيز الهيدروكسيد يساوي كي ووتر على تركيز الهيدرونيوم يساوي انه ما كتبتش القانون حبيب الماسح الضوئي مش رح يسألك مالوش ايد والسان يحكي معك واحد على اتنين نص ضرب عشرة قوة سالب واحد اضرب اقسم هاي تركيز الهيدروكسيد بالمولاريتي ولان القاعدة قاعدة قويفة التركيز نفسه يساوي تركيز القاعدة اكمل هون اتذكر عزيز الطالب اللي حكينا زمان وين حكينا احنا المثلثات في مثلثات خلاص هسا دور المثلثات هون م مر في ان م ام اسمول אוK اذا شون بين ايم اسمول م ر في ان ان ام في وجدنا الان التركيز بدي اوجد ان ان على الموضح ام في م كم؟ لتر وإحنا متعامل مع لتر مش مع مل ولا سنتيمتر مكعب مول شطب طب هو بتدو الكتلة مر في ان ماس موليكولر ماس أربعين ضرب كم؟ رقم اثنين شامل من الدرجة الأولى لا لا من الدرجة الخاصة كل سنة دورات نظامية ودورات تكميلية عدد الاختبارات 64 اختبار سابق لسه تبع الصيف رح يجي لجيل 2005 رح يسير لخمسة وستين في الاربع وستين اربع وستين مرائجة مرة بيجيب لك NAOH KOH LIOH بغير هاي بغير هاي بغير هاي بغير هاي بغير هاي مهمنيش لتغير الحل ثابت ولا لا تغيرت مادة تغيرت رقم سوات I'm selling idea I'm not selling numbers or substances اوكي انا ببيعك فكرة ما ببيع ارقام ومواد ما ليومائل هاي اذا غيرها KOH اذا حطل لي هاي مثلا احدي عشت شو يعني نهاية العالم خلاص انجن يعني ادور مجنون بالشارع اذا حطل لك بدل واحد لتر حطل لك نص لتر شو يعني غير هاي غير هاي حبيبي انا صرت قدع بعرف حل بوقع واقف على الارض لانه تعلمت فكرة الحل تعلمت قصص الحل مش بصمت سؤال ده لا لا بغير لك كمان هاي بحط لك يا حمد هل سرح يجي لك حمد ما كل فكرة شاهدتها في كتب اجنبية عدتها مرتين مرة قعدة مرة حمد شو يقولي هيك بتكرر لا حبيبي مرة قعدة مرة حمد لازم تأخذ نفسه تماما كان يجيبون في ثور مرة حمد قوي مرة قعدة قوية مرة توريض نظامية تكميلية تكميلية نظامية نظامية تكميلية بكرر كل فصل وبكون السؤال على شكل قال باجيندال ان كتلة ناواتش المذابة في واحد لتر من المحلول لعمل محلول بي اتش رحو 12.7 من ناواتش قالب باجيندال 2 جرام 1 جرام 4 جرام 5 جرام قالب باجيندال بدك تأمل لكل هذا رحكي في المسودة يعني هذا ما رح يشوف الماسحة الضوئية حبيب لا سهدو انت بالك له عيون انت بالك له عيون هيك زي البوم عيون كبيرة لا يا حبيبي ما سهدو ما له عيون ما سهدو دو شوف هذا الرقم دو شوف تضليل ما له ما لذا الرقم يالا محلول الحمد اتش بي ار طب رحضة رحضة شوي هو الماء النقي لما حط هذا في الماء وعمل منه سولوشن احنا كل محلول محلول في الماء مش محلول في البنزين والحليب وبعرف الشو الشنينة لما حط هذا في الماء هو الماء كان بي اتش له سبعة وحطينا هذا وصارت هيك يعني زادت اكيد منه القاعدة بتزود البي اتش من قاعدة لبي اتش عاية زادت كان خمسة فاصل سبعة الزيادة على فكرة خمسة فاصل سبعة الدلتا هيها والله هيها كاتب لك يا الناسي احسب كونتة ان اتش لتتغير بي اتش بمقدار خمسة صحب فاصل سبعة يمكن هيك نجيب لك لغات السؤال احسب بي اتش لتتغير احسب كونتة ان اتش سري لتتغير بي اتش بمقدار خمسة طب ما معنى كلمة تغيرة في اللغة العربة وصحة زيادة ونصحان طب لما حط ان اتش في الماء الماء النقي يلي بي اتش سبعة الماء النقي ماء على فكرة في المختبرات من نتعمل مع ماء نقيم من نتعمل مع ماء الحنفيات اوكي والمصانع والصياد لكذلك ما معنى تغيرت زادت لانه كيف عرفت لانه ن ا ا ا ا اتش بتزود قاعدة زادت بمقدار سبعة خمسة فاصل سبعة طب هو الماء كم بي اتش له سبعة واذا زادت بمقدار خمسة فاصل سبعة سيدي انت معك مصاري قبل عيد الفطر مين دينار وخد عيدياتك زاد الرقم اللي معك في الحصالة بمقدار عشرين كم صار عندك مئة وعشرين وبدأ شطارة كان عندك مية وعيدوك عشرين دينار صار عندك يعني الليرتين كان عندك مية وعيدوك عشرين زادت حصالتك بمقدار عشرين فاصبح الاجمال عندك مية عشرين الماء سبعة قال لك بدنا نحط انتش لتتغير بمقدار هيك وشو تتغير زيادة ليش ما هو انتش قاعدة سبعة الماء وحطينا انتش في الماء عشان المحلول القاعدي فزادت بمقدار خمسة وفاصلة سبعة اكيد اصبحت اتناش فاصلة سبعة هاي بلغة تانية يمكن اغير لك اللغة اعطيك هاي اللغة كيف افهمها غيرت بمقدار خمسة فاصلة سبعة طب المي سبعة وزادت بمقدار خمسة فاصلة سبعة يعني كأنه بدو قللي لديك محلولا من N-A-O-H-B-H له 12.7 هكذا اصبحت لغة السؤال بلغة ثانية نشوف هون محلول حمد H-B-R حجمه 200 مل لحظة كاسات الأفراح 200 مل همتعامل مع مل وصنتيمتر مكعب نتعامل مع لتر قسم على ألف هاي من أول ها نكتب صح قيمة بيتش له صفر احسب كتلة H-B-R في المحلول علما بأن الكتلة المل يعتب بيها اوكي احدش تطلع الحل لو سمحتو احسب كتلة H-B-R يعني ظهار لأشوف احنا ندل نمشي هون نحسب هاي 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 ارجع اعطاك البيتش اعطاك هاي ارجع هيك اعطاك الحمد ارجع هيك اعطاك هيدرون ارجع من عندما اعطاك بلش في نقطة تستارت بيتش قدم لك إياها هون هون بما بما انو البيتش يساوي صفر فيكون تركيز الهيدرونيوم يساوي عشرة قوة سالب PH تساوي عشرة قوة سالب صفر واحد نرجع ارجوع يا الله اذا كان ضقم على اليسار يساوي واحد فان PH مطلق القوة اوك وينضحنا هون يلا عشرة قوة صفر واحد تركيز الهيدرونيوم واحد ولأن الحمض حم قوي فنفس يساوي تركيز الحمض القوي HBR يلا عيش التركيز من هنا جدا المولات N يساوي MV M يساوي واحد Volume is equal to عشرين لتر اذا عشرين مول يلا بدنا الكتلة M تساوي MR في N MR يعني مستر كم المستر واحد طا من هاي المستر نون عشرين عشرين في واحد ثمانين تفضل 16.2 رايقول لك إن كتلة HBR مذابة في 200 ميل في الماء النقي لعمل محلول pH وتساوي الصفر فيك رايقون سؤال دائرة قال باج مدال وحد كلي طالما دوائر ليش انت بتعطينا حل تفصيل ماه دوائر حلم حلم قالي عشان تتقوف الدوائر لازم أعطيك مقالي وتشاهد تشاهد طريقة الحل حتى تتمكن من الدوائر شاهد طريقة الحل المقالية حتى تكون قوي في الموضوع إن كتلة HBR المذابة في 200 ميل من الماء النقي لعمل محلول منه pH وتساوي صفر اللي باج مدال بعطيك 16 2 بعطيك بعرف شو بعرف شو أربع علامات يجي هذا بلاوي يمكن 35 ولا 33 مرة بغير هاي HBR HCL O4 HI HCL HNO3 بغير هاي تغيرات كثيرة 200 ميل 300 ميل 400 500 600 700 ميل 200 لتر بغير هاي 0 1 2 3 8 9 بغير هاي يا حبيبي مهما غيرت أنا مالي ومالي غير أكيد ولا سؤالين زي بعض في اختبار رضوط الوزارة ولا رقمين زي بعض جابونا في 64 اختبار بس أنا بعتك فكرة ما بعتك رقم ومادة أي شيء غير هاد هلا الطب قل أنا قدها أنا فهمت الفكرة غيرت رقم غيرت مادة فهمت فكرة مش بصمت مادة ولا بصمت رقم طيب الماء النقي كم pH إله سبعة ولما حطينا HPR صارت كم سفر طب كم التغير سبعة الماء النقي سبعة حطينا حمد HPR نزلت سفر كم التغير سبعة يعني ممكن أقول لك احسب كتة HPR لتتغير pH بمقدار سبعة تتغير أنا فكرة أنا قاعد بناقش هدول أنا قاعد بناقش لك هدول اللي بدأ تشوفهم لحالة هدول تتغير pH بين مقدار سبعة طب الماء السبعة وتغير سبعة وتغير يا زيادة يا نقصان تغير باللغة العربية الفصحى سيبا ويح قالنا يا زيادة يا نقصان تغيرت وما ضفنا حمض بتاتقل طبع هو سبعة الماء وضفنا حمض وقلت بمقدار سبعة صارت سفر وكأن السؤال بلغة تانية يحسب كونتة لتتغير pH بمقدار سبعة بديش لتصبح pH سبعة لتتغير بمقدار سبعة كيف بدي أغير التلاعب بالكلمات للسؤال ممكن يخدع الطالب أنا تلاعبت بالكلمات أنا ما غيرت السؤال وجايب لك منه اتفضل مجموعة مسائل يا الله عيش هاي حلولهم أسئلة مقالية إجاباتها تكملت الإجابات على كل التأسيس دوائر كم 25 باستنى الـ 25 دائرة رح أعلن في صفحتي الأستاذ نضال بانتظار الـ 25 دائرة كل واحد كم جاب فيهم الـ 25 دائرة اختبار إلكتروني بدي أعتبر كأنه اختبار ليش أعمله إلكتروني خلص ما هو مطبوع عندك أرد أعمل إلكتروني وأغلب الناس وإذا فيه خطأ ولا أرقام ولا صار فيه إزاحة لديك اختبار أوكي بتصور هاي بتصور هاي من عندك المتأس الدوائر وهاي كلها يعني صفحتين وبتحط دوارة على كل إجابة بتحط دوارة على كل إجابة ما رح أحط الإجابات ما رح أحط الإجابات إلا بعد فترة زمنية طويلة يمكن بعد يدر أتحب بسبوعين ثلاثة بعد يدر أتحب بسبوعين ثلاثة أوكي بتحلوا بتحطوا على صفحتي أو على القروبات صور التنتين هيك جانب بعض حطوا بس لحظة شوي لا تحل إلا لما تكون دارس المادة مرة مرتين خصص منكم نار صور هم بتصورة حلوة زوايا منيح أو سكرينشوت مثلا من الموبايل تبعك يعني شو واضح دوارة على كل واحدة 14 كذا 13 كذا 15 كذا حطوا دوارة عشان نشوف أو إذا أنت منزعج من الدوار أعمل جدول اللي تشوف مناسب حبيبي واحد كذا 2 كذا بنتظر حلولكم والتصليح مطول كتير حبيبي بيجي ل2007 بانتظار الدورة رئيسية الآن لكم إمتى بعد ما نخلص من 2006 هدول عهد عنا 2006 ينتهي اختبارهم ب11 11 7 على ما أشوف الإجابات وبعرف شوف صارت 12 7 وعيد طباعة الاختبار أبدأ عيدوا بخط 11 اختبار وزارة بعيدوا أنا بريح لي يومين 3 4 منتصف شهر 7 تقريبا نبدأ معكم الدورة الكاملة أما قبل لا ممكن قبل أعطيكم ساعة حصة شاملة ممكن قاعد بناقش حالي إنه في طلاب قالوا لي طب ممكن تعطينا ولو حصة صغيرة ونبلش هيك بس نتعرف على المادة بدناش التأسيس بدنا نبلش بالمادة آه بناقش حالي بصراحة آه قاعد بناقش حالي هيك نحن والأدمينات واللي مع له والزملائنا منشوف مادة رئيسية نبلش بعد ما نخلص من العهد اللي علينا حرام أنساهم 2006 بحاجة لنا وبحاجة لكم كمان انتو كمان ادعموهم زي ما هم كانوا يدعموا مثلا اللي قبليهم كانوا يدعموهم ويعطون تحفيز ادعموهم ما بد ننساهم عهده أما إذا بدي أنساهم والتهم معكم وظلني أعطيكم حصص ممكن جيل 2008 سنجاي يقول لك انساهم 2007 وعطينا كثير وانسا لا أنا ما بعملها إذا غيري بعملها أنا لا هدول 2006 هدول أمانة عندي ما بتركهم إلا بعد الاختبار مش بعد الاختبار بتركهم كل شكر لكم